اهلا بكم من جديد مشاهدين الشارع اللبناني بات يحصد سنوات التفكك السياسي وصراع المحاور على الساحة السياسية تظاهرات بالألاف واحتجاجات تكتظ بها المدن اللبنانية وأعمال الشغب والعنف تصل بالقرب من القصر الرئاسي في بيروت خطابات حكومية إصلاحية وأخرى تسعى للتهديئة سنناقش مع ضيفنا السيد فادي عكوم المحلل السياسي اللبناني هذا الملف بنرحب بك في البداية سيد فادي أهلا بك أهلا وسهلا بك خلينا في البداية نتعرف على توصيفك للمشهد اللبناني وحقيقة ما يجري في لبنان هل هو ناتج عن انسداد الأفق السياسي أم أنها أزمة اقتصادية أم أن الأمرين معا هو مزيج من كل شيء يعني تحصد السلطة اللبنانية حاليا ما زرعته تول سلاسة عقود الماضية يعني بدلا من الإصلاحات الجزرية والقضاء على الفساد ووقف المحسوبيات السياسية والاقتصادية والمالية بل على العكس استمرت في نفس المنهاج مما أوصل لبنان إلى حفة الانهيار أو الانهيار الفعلي يعني الاقتصاد اللبناني شبه اقتصاد الشعب اللبناني في أوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية سيئة جدا مما دفعه إلى النزول إلى الشارع يعني حتى المشهد الحالي في الشوارع اللبنانية والسحاب أيضا يمكن أن نعتبره أو نقسمه إلى جزئين جزء شعبي فعلي ناتج عن ردة فعل عفوية وطلقائية وتم تنظيمها لاحقا وجزء آخر وهذا ليس أمر خفيب أن بعض الأحزاب السياسية تضغط على رئيس الحكومة وعلى العهد يعني الحكومة ككل ورئاسة الجمهورية وهذا أمر شائع في لبنان في أي وقت ممكن أن ترى الجميع منقسم على بعضه ويتم الحشد في الساحات طيب سيد فادي هذه الضغوطات من قبل الأحزاب السياسية التي تتحدث عنها هل تعتقد أن هذا هو المقصود بحديث السيد رئيس الوزراء عندما تحدث عن وجود عراقيل يعني تعطل الحكومة وأيضا تحدث اليوم السيد رئيس الجمهورية ميشيل عون عن أيضا عراقيل موضوع في وجه الحكومة والنظام في سبيل تحقيق مطالب الشارع يعني المشكلة في لبنان أن بعض السياسيين أو معظم السياسيين لديهم انفسهم في الشخصية الجميع بات الآن يتكلم عن الفساد ويريد محاربة الفساد ويتهم الآخر بأنه منعه من محاربة الفساد يعني عندما ترى التصريحات جميع التصريحات تستغرب طب إذا هذه المجموعة تتكلم بهذا الكلام من هو الفاسد؟ ضاع الفاسد وهذه الطريقة اعتمدتها الحكومة طوال السنوات الماضية كلام رئيس الحكومة سعد الحريري لا عندما قال بالتحديد لن أسمح لكم بقلب الطويل علي سأقلبها على نفسي لم يكن يقصد الأحزاب الموجودة في الشارع كان يقصد بعض الأطراف الموجودة في الحكومة أصلا والتي كانت تضع خطوطا حمراء على أي محاولة للتقدم أما كلام الرئيس عن فهو يقصد الأطراف الثانية يعني يقصد الموجودين حاليا في الشارع يعني مساء على سبيل المثال القوات اللبنانية والتي باتة يعني ليس خافيا بأنها حشدت الشارع حزب الكتاب اللبنانية حشدت الشارع وليد جميلات رغم بقائه في الحكومة أيضا يدعم التظاهرات يعني كلام رئيس الحكومة من ناحية يصب في خانة واحدة ورئيس الجمهورية يصب في خانة أخرى لكن في النهاية الجميع يتهرب الجميع يتهرب من إسقاط الحكومة لا أعلم يعني إذا كان السبب هو عدم الرضوخ إلى الشارع على قاعدة أنه إذا خضعنا هذه المرة سنخضع في المرات المقبلة وبالتالي يعني فأن مبدأ إسقاط الحكومة أصبح واردا جدا ومتوقع في أي وقت على الأقل في تغيير بعض الشخصيات أو الوجوه التي تصير غضب الشارع اللبناني طيب مسألة إسقاط الحكومة وأنها من المسائل الواردة مثل ما تتحدث سيد فادي يعني البعض يتساءل ما هو البديل بعد ذلك يعني كيف سيتم إجراء انتخابات والرئيس مشيل عون تحدث تحديدا عن أن السبب تعطيل الإصلاحات داخل لبنان هو الطائفية والفساد يعني كيف يمكن إنتاج انتخابات في المرحلة القادمة لا تقوم على موضوع المحاصصة والطائفية وتجاوز هذا الأمر يعني بالنسبة لما سألت الحكومة الوضع بات واردا كما قلنا وبالإمكان يعني تشكيل حكومة جديدة حتى لو كانت برئاسة سعد الحريري لكن بأسماء إذا أردنا أن نقول غير مسيسة أو غير حزبية أصحاب اختصاصات يتولون المناصب وخصوصا يعني وزارة المالية وزارة الاقتصاد والوزارات التي سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة أما بالنسبة للانتخابات أعتقد بأن المحور الأساسي الذي تطرق إليه الرئيس عون على اعتبار بأن الوصول إلى انتخابات جديدة أو كما يريد الشارع بحاجة إلى تشريعات جديدة تلغي الحصص الطائفية أو النظام الطائفي المتحكم في لبنان ليس فقط بالمجلس النيابي بل حتى التركيبة السياسية ككل مبنية على التقسيم الطائفي عندما تتوغل في هذه المسألة سيكون هناك عراقيل سياسية واجتماعية وتشريعية وبالتالي فإن الأمر ليس نزهة الأمر سيكون قاسية جدا خلال المرحلة المقبلة على الأقل فيما يتعلق بانتخاب مجلس نيابي جديد يعني البعض يطالب بأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة بعيدا عن التحاصص الطائفي والمناطقي وبالتالي يستطيع الشعب اللبناني ككل انتخاب ممثليه الحقيقيين وليس كما يحصل الآن يعني على سبيل المثال الآن هذه المنطقة على افتراد أنها منطقة مسيحية أو منطقة مارونية يوجد بعض الأشخاص الذين يترشحون وأبناء هذه المنطقة يختارونها أبناء المناطق الأخرى لا يسمح لهم على الإطلاق علما بأن جغرافية لبنان والصغر مساحته تتيح يعني إيجاد قانون عصري على مبدأ الدائرة الانتخابية الواحدة طيب بعيدا عن مسألة استقالة الحكومة هناك أيضا إصلاحات طرحها رئيس الوزراء سعد الحريري يعني إلى أي مدى تعتقد أن هذه الإصلاحات هي إصلاحات جذرية وبالفعل تلبي مطالب المحتجين يعني هي لا تعتبر إصلاحات بقدر ما هي بعض العلاجات المؤقتة يعني حتى الورقة الاقتصادية التي قدمت يعني ككل تعتبر مخدر للشارع وإلا لكان هدأ الشارع قليلا على العكس كلها مهدئات لهذه السناء المالية فقط لهذه الموازنة فقط لم يتم التطرق إلى السنوات المقبلة لم يتم التطرق إلى مستقبل الوضع الاقتصادي ككل بل على العكس كلها حلول آنية وهذا ما أضر في لبنان خلال السنوات الماضية يعني كل مرة كان يتم الاستدان من الخارج أو الاستدانة من الداخل وإيجاد الحلول المؤقتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبالتالي يعني ما تضمنته الورقة الاقتصادية أعتقد بأن البند الأساسي والهام والذي تم البدء أو قيل أنه تم البدء فيه هو محاربة الفساد وتقديم بعض الأشخاص إلى يعني أمام بعض القضاة ونيابات العامة وبالتالي فإن هذا البند لو تم العمل به فعليا سينكز قسم قبير من العجز العام في لبنان ويوقف الهدر وبالتالي من بعدها يمكن استكمال طريق إعادة النهوض بالاقتصاد طيب سيد فدي هنا في أيضا سؤال مهم يعني ما هو سقف المطالب الذي يمكن أن يتوقف عنده الشارع يعني البعض يتحدث عن أنه المحتجين أيضا ليس لهم قيادة محددة ليس غير معروف المطالب بشكل محدد يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع يعني هم يعني الحكم لو أراد فعلا تهدئ الشارع تتقدم الحكومة بالاستقالة يعني على رغم التنوع في المطالب ورغم عدم وجود كيادة واحدة تقود كل التظاهرات وكل الاعتصامات إلا أن مبدأ إسقاط الحكومة مبدأ مشترك عند الجميع ومطلب مشترك عند الجميع وبالتالي أنا لا أعلم لماذا هذا التمسك بالحكومة دخلنا في الأسبوع الثاني البلد متوقف المصارف متوقفة التعليم متوقف يعني حتى الآن يوجد بوادر أزمة خبز أزمة محروقات يعني بالفعل بدأنا ندخل إلى المجهول إن لم يتم إسقاط الحكومة أو إعلان عن استقالة الحكومة خلال 48 ساعة أعتقد بأن الأمور ستتجه إلى الأسوأ إسقاط الحكومة وإنشاء حكومة كما يقال عنها في لبنان حكومة تكنقراط أي مختصين في الأمور الأساسية وإلا ربما يدخل لبنان في دوامة جديدة وربما نرى حكومة عسكرية بكيادة قائد الجيش اللبناني لينقل البلاد بعدها إلى حكومة جديدة وانتخابات نيابية جديدة طيب هنا أيضا ننتقل إلى مسألة البيان الذي صدر عن الجيش وأكد دعمه لمطالب المتظاهرين كيف تنظر إلى هذا البيان وتأكيدات الجيش على عدم المساس بأي من المتظاهرين في الشارع؟ يعني أعتقد بأن الجيش اللبناني وتصرفاته في الشارع هي التي حافظت على الحراك الشعبي وحمته أكثر من مرة في أكثر من موقع يعني حمته في بيروت حمته في النبطية في سور رأينا الجيش اللبناني كيف كان يشكل صد يعني حقق صد بين المتظاهرين وبين من يحاول اختراق صفوفهم وافتعال المشاكل معهم خاصة أنه كان فيه بالفعل محاولات لهذا الأمر نعم يعني الجميع استغرب كيف أن القبضة الحديدية للجيش اللبناني كانت في وجه المعتدين على من حاول الاعتداء على المعتصمين وبالتالي فإن الجيش اللبناني يعني ولا دعا للتسكير بها بأنه ربما يعتبر بأنه المؤسسة الحكومية الوحيدة في لبنان التي لها ثقة في الشارع اللبناني وهذا تجلى على الأرض ربما حصل بعض المناوشات مع بعض المتظاهرين وهذا أمر عادي طبيعي جدا لأن الجيش كان يصر على إبقاء بعض المسارب للحالات الطارئة لسيارات الإسعاف لتنقل عناصر الجيش فيما حاول بعض المتظاهرين لا أكفل جميع الطرقات لكن الجميع وصل إلى حل وسط مع الجيش اللبناني كل الطرقات الرئيسية مكفلة لكن يوجد مسارب أخرى بناء على رغبة الجيش وهذا ما تم تنفيذه على الأرض طيب إذا ما تحدثنا عن الأحزاب السياسية ودورها في إيجاد حلول للمأزق السياسي في لبنان كيف تنظر إلى دور الأحزاب السياسية في لبنان وأيضا هل لا يزال المواطن اللبناني يثق بالفعل في تلك الأحزاب؟ يعني المشكلة في لبنان بأنه لا يوجد أحزاب سياسية بالمعنى الصحيح للأحزاب السياسية على اعتبار أن كل حزب سياسي تابع لطائفة معينة ما يجري في الشارع الآن ويحاول إظهاره بأنه عدم سقة الشارع اللبناني بعين من الأحزاب لكن توجد بعض الإشارات التي حصلت حتى في الشارع حصلت بين المتظاهرين تؤكد بأن الحالة الوطنية هذه ورغم ضخماتها ورغم جماليتها لكنها هشة بعض الشيء يعني عندما يتم التطرق لأي رمز من الرموز الدينية لهذه الطائفة ترى معارضات داخل التكتلات هذه علما بأن لا يوجد إلا منطقة بيروت مختلطة من الجميع أما باقي المناطق كل حزب كل طائفة يعني حتى في الحراك الشعبي يوجد بعض التقسيم الطائفي للأسف يعني يعني إلى هذه الدرجة نعم يعني إذا عدنا لمسألة الأحزاب من بعد الحراك للأسف سنكون على مبدأ المحاسسة الطائفية للأحزاب وسنعود إلى الانكسام الطائفي من جديد إلا إذا استطاع الشباب اللبناني الموجود في الشارع حاليا فرض نفسه من خلال حزب سياسي علماني حقيقي ساعتها من الممكن القول بأنه يوجد عمل سياسي صحيح طيب سيد فادي أيضا الوزراء الموجودين الآن في الحكومة اللبنانية يعني أنت تحدثت عن القوات اللبنانية هناك أربع وزراء قدموا استقالاتهم من الحكومة كفزوا من المركب يعني كيف تنظر إلى هذا الموقع كفزوا من المركب وأرادوا يعني هي رسالة من حلفاء الأمس يعني لا ننسى بأن سمير جعجع وسعد الحريري كانوا من أشد الحلفاء ارتباطا في الماضي وأسسوا 14 أدار مع وليد جنبلاط هو نوع من الضغط على حليف الأمس وكرد الدربة التي تلقاها سمير جعجع في ملف رئاسة الجمهورية حينما سعد الحريري انحاز إلى مطالبة حزب الله بميشيل عوند وبالتالي وكأنه قفز من المركب وترك سعد الحريري وحيدا فيه طيب ولكن كيف تفسر أنها قفز من المركب وأنت تطالب أيضا باستقالة الحكومة بشكل كامل ما هو يعني لم ينتظروا استقالة الحكومة ككل حتى يظهروا أمام الشارع بأننا نحن ضد الحكم نحن ضد الحكومة وها نحن تقدمنا باستقالاتنا منذ اليوم الأول يعني هنا القفز من المركب يعني حتى كان يوجد كلام بأن وليد جنبلاط كان ينوي تقديم استقالة وزرائه لكنه في نفس الوقت الذي أعلن فيه سمير جاجع الاستقالة لكن لم يحصل الأمر كان بعض التفاهمات والتحالفات الداخلية بينه وبين سعد الحريري بينه وبين التيار الوطني الحر وحزب الله لا تزال قائمة على مبدأ البقاء في السلطة للوصول إلى الحل لأنه يعلم جيدا وليد جنبلاط حتى لو كانت تغريداته وكانت مواقفه ضد الفساد وضد 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 لكن هو يعلم جيدا بأن الأوضاع لو انقلبت ضد الطبقة السياسية الطائفية الحاكمة سيكون أول الخاسرين على اعتبار أنه على رغم بأنه على رأس طيار سياسي لكنه طيار طائفي وبالتالي سيكون أول الساقطين لأجل هذا قرر البقاء في السلطة طيب سيد فادي لا شك أن لبنان كأي دولة في العالم أيضا يتربص بها أعداء خارجيين يحاولون العبثة بها من الداخل أو حتى من الخارج يعني هؤلاء الأعداء كيف تنظر إلى محاولات تأجيج الوضع في لبنان وأيضا كيف يمكن التدخل وقطع الأياد التي تحاول العبث بالمشهد السياسي اللبناني من الداخل وقطع يدها لجعل الحلول داخلية من الداخل اللبناني لا تتبع لأي جهات خارجية يعني أن يكون الحل لبنانيا صرفا هذا أمر مستحيل التدخلات الأجنبية موجودة في لبنان تاريخيا ولن تنقطع ولن تتوقف يعني حتى لو تم إسقاط الحكومة خلال الساعات المقبلة تشكيل الحكومة الجديدة لا بد أن يحظى بموافقات إقليمية ودولية وهذا أمر معترف به يعني التشابكات الدولية الموجودة في لبنان أمر لا يمكن التخلص منه بسهولة ربما يتم التخلص منه إذا ما تم تشكيل حكومة عسكرية غير هذا من المستحيل التخلص من التدخلات الخارجية وليست كل التدخلات الخارجية يعني ممكن تصنيفها بأنها لتخريب الداخل اللبناني أو لعرقلة بعض الأمور لا على العكس هذه تحالفات تاريخية مبنية على تفاهمات يعني وسيقة جدا ربما بعض الطوائف تتمسك بها لأنها تعتبرها تحافظ على كينوناتها في الداخل اللبناني ومن دونها ستفقد السلطة على الأرض أو ستفقد تواجدها وجودها السياسي يعني على سبيل المثال الطائفة السنية في لبنان بعد التشرزم الذي أصابها بسبب كبول وعدم كبول البقاء على علاقة مع الملكة العربية السعودية واتجاه البعض إلى علاقة مع تركيا وبالتالي تشرزم هذا الشارع لم نراه من جديد إلا في ترابلوس علما أنه في أول يوم وثاني يوم في ترابلوس تم رفع الألام التركية وصور أردوغان وهذه كانت علامة سوداء على بداية الحراق ولهذا تم التركيز من قبل المعتصمين على رفع العلام اللبناني بالضبط والتشديد عليه والتركيز على ترابلوس وتأمين الحشود بعيدا عن أي أعلام أخرى غير الأعلام اللبنانية يعني المشكلة بأن الشارع اللبناني مفتوح لأي تدخلات جديدة ويعني ربما يعتبر التدخل التركي أو التوغل التركي أحدها التدخلات الأخرى هي كما قلنا تدخلات باقية من المستحيل أن يتخلص منها الشعب اللبناني يعني على سبيل المثال المملكة العربية السعودية بريطانيا الولايات المتحدة روسيا جميعا لها أحزاب ولها أشخاص والتاريخيين في لبنان يعني من المستحيل أن يستغنوا عنها وخصوصا وأن الوضع في لبنان مرتبط بالوضع في سوريا مرتبط الوضع بفلسطين المحتلة وبالتالي فإن إيجاد هذه التحالفات على الأرض مرتبط بمصير الأقليم ككل طيب سيد فادي البعض يعول على طول الأمد في أن الاحتجاجات ربما تخبوا مع طول الأمد وعدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين يعني إذا لم تستجب الحكومة بالشكل المطلوب لمطالب المحتجين إلى أين يتجه لبنان وكيف تنظر إلى المستقبل يعني هو رهان الحكم كان منذ اليوم الأول بأن التظاهرات ستخف لكن يبدو بأن التنظيمات أو الأحزاب التي دعمت هذه التظاهرات تعرف جيدا كيف تحشد تعرف جيدا الأوقات المعينة التي ينبغي تواجد الناس على الأرض لكن المسألة ليست متعلقة بمن موجود في الشارع أو بالحكم المسألة تتعلق بالبلد ككل إلى مات يستطيع اللبنانيين والدولة كدولة البقاء في هذه الحالة حالة الأقفال التام يعني لا ينقص لبنان يعني أنا لست مع فضأ الاعتصامات بالقوة لكن في نفس الوقت يجب الوصول إلى حل سريع حتى لا يهوي لبنان أكثر يعني ربما ينقص المتظاهرين أدوات جديدة للضغط أكثر على الحكومة لإسقاطها طيب سيد فادي أخيرا في ختم هذه الحلقة ما هو الحل الذي تراه مناسبا لتهدئة الشارع اللبناني والخروج من هذا المأزق في المشهد اللبناني أسقاط على الحكومة إعلان استقالة الحكومة في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة مدنية التكنقراط بعيدة عن الأحزاب السياسية وبعدها سيواجه الشعب اللبناني سيواجه الشارع اللبناني معضلة أخرى جديدة كبيرة جدا وهي مسألة سلاح حزب الله التي تم ركنها على الأرفف حاليا لأنها عادت مجرد طرحها من بعيد من قبل بعض المتظاهرين أشعل الشارع وهذه من الأمور الأساسية التي ستطيح بكل الإصلاحات وبكل الترتيبات الجديدة إذا لم يتم الوصول إلى صيغة معينة لتخطيها في المستقبل القريب نعم السيد فادي أخوام المحلل السياسي اللبناني نشكرك شكرا جزيلا على توجدك معنا خلال هذه الحلقة إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع لوعد بلقاء آخر في أسبوع آخر هذه تحياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة